في الفيديو ده هاسبت لك انك ماشي غابي السنوية العامة هي اللغبية فرجوا منطق فرجوا الباباك وقالهم انا مش غابي السنوية العامة هي اللغبية اهلا بك صديقي طالب مرة تانية بس مرة دي مش البائس بقى يعني خلاص نتيجة ثلاث ولنعتبر نتيجة ثلاث وفتحت الفيديو ده لما لقيت مكتوب عليه البعبع سنوية عامة عايز اقولك ان بسنة الفين وربعة كنا نقدم على سنوية عامة كل واحد فينا طبعا كان جاي بمجموع شكل جميل اللي عالي واللوقتي يقولها كزا اللي دخل خاص واللي دخل الكلية الحكومية اللي دخل هندسها وبين ما فيهم انا ودخلت كلية التجارة والتجارة شطارة يا صديقي التجارة كانت بتسمى في الوقت ده ان هي الكلية اللي انت بتخشها وبعد ما تطلع منها تبقى تشوف بقى انه تشتغل ايه يعني ادخل تجارة وبعدان انا بفكر انت هتشتغل في المحيش ان شاء الله تشتغل دكتور اشتغل مهندس اي حاج ادخل تجارة الاول احصل على البكالوريوس وبعد اخرج اشتغل في اي حاجة انا تعايزها كل واحد فينة بعد غلاب م silence اللي دخل هندسة اللي دخل تجارة اللي دخل تجارة اللي دخل طوبيعي اللي دخل حاجة زي طلع دكتور تحليم حاجه زي ان انا عايز اقول نهاردة ايه الليно families in the world جميلة او ادرس اي نوع من انواع الفن لكن ما ادرتش ان انا اخوش كده بسبب الجمال بتاع السنوية العامة اللي احنا نقوله دلوقتي ليه الزكاء بتاع كل واحد فينا مش لايه على سنوية عام ليه انت على فكرة زكي صديقي صديقي انت زكي لكن زكاءك مش يمكن يكون مش لايه على سنوية عام هادشوف ازاي فلذلك كل واحد يوم النهاردة اشتغل واحد منهم بعد اما قعد فترة طويلة في الهندسة كارن هو يعمل شفت كارير ويدخل مجال التدريس بقى مدرس دكتور تحاليل وان من كم يوم بارك نالوا على انه فتح مطعم ويتنازل عن التحاليل يا جماعة لان التحاليل طبعا بتتعرف على الحاجات بتشوف حاجات كنا غريبة في المعمل وخصوصا طبعا العينات بتاعتنا يعني يا جماعة برضو مش احسن حاجة في الدنيا برضو يعني مع للشامي نحاول ما نقولش كتير الحاجات اللي هي طيب ليه يا جماعة احنا ما بنخشش الكلية ونطلع نشتغل منها على الشغلنا بتاعتنا على طول ليه كمان في معظمنا بيخش سنوية عامة ما بيجيبش الدرجات اللي هي بتدخله كلية اللي هو نفسه فيها ليه كلنا بنخش الكليات وبيبقى بابا وماما دايما بيقولك يا دكتور يا مهندس يا مش عارف ايه طبعا دقا الوهم اللي خلقته الكليات الكمة في مصر وطبعا الوهم ده قايم على ان اللي بيشتغل دكتور اللي بيشتغل مهندس هم احسن ناس في البلد او يعني اللي هما بياخدوا فلوس كتير لكن للأسف طبعا بعد اما كله بيتخرج من الكليات بيصطنم بالواقع ان حضرتك لازم تجيب فلوس اهم حاجة انت تجيب فلوس طب الهندسة طب الطب طب انا بيتمارمط في الدكترة بيتمارمطه في الاستقبال اذا كانوا بيتبهدلوا ومش عارف كل حتة علشان حضرتك تفتح عيادة بعد كم سنة وتاخد مش عارف ماجستير ودكتوراه وبتعمل اللي علشان تشتغل بعد كده دكتور الموضوعات اللي عمش بالساجل لما ايه جماعة اللي بيخلي الناس دي كلها تقول كده لانه بيبقوا فاكرين ان ده اطار امن في الوظيفة بعد اما تتخرج لتتشتغل في حاجة زيتها لكن طبعا كل الشباب بتبدأ تطلع تنور على شغل يجيب فلوس وتيه الحاجة اللي حضرتك وحضرتي وكلنا ما درسناهاش في الكلية احنا حيز اقول كده بيني وبينك انت تضحك عليك او مش انت تضحك عليك احنا نضحك علينا ليه انت تضحك علينا علشان يا صديقي في ثمان انواع من انواع الزكاء والسانوي عامة بتقيمك على واحد او اتنين منهم الكتير بيقولوا ابو الحاجة زكاء المنطقي الزكاء المنطقي ايه هو الزكاء المنطقي؟ ده بيكون زكاء المجرميجين مش زكاء بتاع مرسي ما هو المنطق؟ المنطق اللي هو اخبط واحد على دماغه يقع ما يحطش منطق لا مش هو لا المنطق اللي هو ان انت يبقى عندك زكاء المنطقي ان انت يبقى عندك حب للمعادلات حب للبرمجيات حب للحاجات الزكرة ده اول نوع من انواع الزكاء هل درست برمجة صديقي الطالب في الثانوي عامة؟ ثاني نوع هو زكاء اللغوي الزكاء اللغوي اللي هو بيكون طبعا عند الناس المحبين للغة يا حضرتك ممكن تكون جايب خمس من خمسين في العربي خمس من خمسين في الإنجليزي خمس من خمسين في الفرنساوي ودرجاتك واعه في بقية المواهد ليه؟ لان انت عندك زكاء لغوي حضرتك ممكن تكون بعد كده مثلا رجل مترجم وممكن تكون رجل صحفي لكن سنوية عامة اغفالت كل الجوانب دي وقالت لك ثلاث درجات جايبهم خمسينات في المواد دي ما يكفوش ان انت تكون طالب متفوق لازم تتفوق في كله تجيب تسعينات علشان تدخل كلية من الكليات اللي تليق على زكائك لا 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 الثالث نوع هو الزكاء الموسيكي لو حضرتك عندك زكاء موسيكي المفترض ان انت تكون موسيكار هل قيمتك سنوية عامة على الموسيقى هل كان لها خمسين درجة اجباري في المجموع ما كانش موجود رابع نوع الزكاء البصري اللي هو بيكون عند الفنانين النحتين الناس المصممين ديكور دول بخيلهم الواسع يقدار ان هما يتخيلوا اي شيء ويصمموا اي شيء هل سنوية عامة بفطلك خمسين درجة في المجموع على الرسم والنحت والتصميم ده محصلش يا صديقي مع ان في هذه الايام اللي احنا فيها المصممين من ضمن اهم الشغلانات الموجودة في العالم حاليا وللاسف هي مش موجود عليها اي ضقييم في سنوية خمس نوع حبيبنا فخر العرب الزكاء الحركي الزكاء الرياضي اللي عند مين ها ابو 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 صلاح ابو صلاح حبيبنا كلنا جماعة الزكاء الحركي الزكاء الرياضي هل يا جماعة حصة التربية الرياضية موجودة في سنوية عامة وعليها خمسين درجة للناس اللي بقداروا يتحكموا في اجسادهم بيتحكموا في عضلاتهم يتحكموا في حركاتهم الزكاء الرياضي ليس له تقييم في سنوية عامة انتم غير مفيدين اذهبوا الى انجلترا اللي بقداروا في ليفربول افهمهم احرجهم ساتت نوع ساتت اللي هي زي استاذ فراهيم لساكمة الساتت ايوا الساتت او ساتت نوع هو الزكاء الاجتماعي اللي عند حضرتك بدل الناس اللي بتعقد اخوتها الموظفين في الـ HR بدل شؤون الطلبة اللي بيجيبوا هارت اتاك للطلبة بدل الموظف اللي بيقاعد في مكتبه وعمال يشرب شاي وياكل وانت بتقول خمسين سؤال في الثانية وهو مش شايفك اصلا كل الناس دي يا جماعة مش في مكانها المناسب لان ما عندهاش زكاء اجتماعي الناس اللي عندها زكاء اجتماعي هي اللي المفروض تبقى موجودة في الاماكن الاجتماعية اللي تعرف تهندل زبون تهندل العميل دي الناس اللي المفروض تبقى في الاماكن دي لكن للأسف مش بيكونوا موجودين لان التنصيق وداهم هنا سابع نوع اللي هو الزكاء الطبيعة ده الزكاء اللي انا بسميه اللي هو عارفين الولد اللي كان يمشي يشوت الطوب وهو صدير يمشي يشوت الطوب يقوم خارب الجواجشي ويروح ماما تنطيله على الأسفنة هو ده الزكاء الطبيعي اللي هو كان اللي بيحب الطبيعة بيحب طبقة الأرض يحب جولوجيا يحب جسم الإنسان يحب كل شيء له علاقة بالطبيعة هل حضرتك رحت المعمل وشفت أنواع الأحجار؟ هل حضرتك رحت المعمل وشفت جسم الإنسان؟ هل حضرتك رحت المعمل وشفت أنواع زروع؟ وأعتقدش تام النوع وأعتقد أنه مش الأخير الزكاء النفسي اللي هو بيكون عند علماء النفس اللي بيروح عندهم الناس يبقى نفسويتهم تعبانة يطلعوا نفسويتهم مش تعبانة بعد ما اختصرت لك التمن أنواع بتوع الزكاء أعتقد أنا في رأيي شخصي إنه مش هي دي كل أنواع الزكاء اللي عند الإنسان دي بس الأنواع اللي هم كتبوها في الكتب وقالوها لكن أعتقد أن فيه أعتقد أن فيه مئات من الأنواع الثانية اللي موجودة في مخ الإنسان ولكن النظام العقيم للسنوية العامة هو اللي تسنق حضرتك في كورنر ان انت تختبر في الحفظ والتلقين وللأسف قيمك بطريقة ظالمة ان حلمك بيتوقف على سنوية عامة ودي كتبة كبيرة هذه كذبة كبيرة حلمك موجود في ايدك انت اللي قادر تحققه من اول يوم في حياتك لاخر يوم سنوية عامة عمرها ما هتحدد حلمك هتشتغل عليه هتنجح في ايه هتعمل ايه سنوية عامة ما هي الا وهم كبير حلمك تشتغل عليه من اول يوم انسى سنوية عامة وانسى اللي حصل فيها وانسى اي تقديم البلد او الدنيا عايزة تدهولك انت بنفسك تشتغل على نفسك حقق حلمك بيتك لو عايز تدرس اي حاجة اليوتيوب موجود للنهار كل شيء موجود النهاردة في الدنيا ممكن تتعلمه من اليوتيوب كل شيء النهاردة في الدنيا ممكن تاخد فيه كورسات وتنجح وتبقى احسن واحد في الدنيا تصدقوني عمر اي شغلانة في الحياة النهاردة ما بتقف على كلية ابدا في ناس كتيرة بتقول ان الايام اللي جاية او هي بدأت من دوقتي انت بتعرف تعمل الحاجة دي بيرفكت انا ما يهمنيش انت درست ايه المهم ان انت تعملها دي بيرفكت زي ما انا عايزها والاحسن والاحسن ان انت تكون فريلانسر تبني نفسك بنفسك ما تشتغلش عند حد وتخرج برضو ان وهم الشغلانة ان انت تشتغل عند حد ويكون لك مرتب ثابت كل دي اوهام يا جماعة المجتمعات كلها حطاها لكن ان انت تشتغل وتبني نفسك بنفسك وتعمل ايمال نفسك كل ده تحت ايهتك انت 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 اللي تقدر تحقق ده بزيتك انت اللي تقدر تخلق الفرص انت اللي تقدر تستغل كل موهبة رمتنة خلقها فيك كل نوع من انواع زكاء موجودة فيك تقدر تستغل لها بان انت تكون احسن من اي خريج من اي كلية تخلها بفقة سنوية عامية